اهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام ومن سواكن إلى هنا إلى السيديو صباح الشروق في الخرطوم لنتواصل معكم مع ضيفتي الثانية التي انضمت إليه الآن صحفية شابة متميزة جدا عاشقت هذا القلم وما يرسل من رسائل عديدة رغم يعني صغر السن وحدثت تجربة كصحفية شابة لكن استطعت أنه تتعامل مع عادة كبير جدا من المؤسسات التي لها وزن هنا في السودان على مستويين مع الترقل الآن مشاهد الإعلام الجديد والتحول الذي يجري في دنيا الصحافة على مستوى العالم وهناك أيضا تعاون مع مؤسسات أخرى خارج القطر ومشاركات عديدة في فعاليات أيضا خارج السودان فعاليات مختلفة سيجد لأنه تنضم إليه الصحفية الشابة المميزة نهلة مجدوب أهلا بك صباح الخير أهلا بك وأستاذ حسام وصباح النور عليك وعلي أسرة قناة الشروك ومرحب بالعودة وصباح سعيد علي كل السادة المشاهدين الصحافة وما أدراك ما الصحافة مجال الصحافة بصورة عامة ومجال الإعلام بصورة عامة هل هو رغبة أو صدفة لنهلة؟ أكيد الصحافة هي رغبة لأنه في ناس يا نهلة ما ضلت طريقة للصحافة جاءت عن رغبة فأدق لا الحمد لله هي كانت رغبة وتحققت وبنجد كثير من الناس أنه يعني هي درست مجالات أخرى ولكن هي فعالة في العمل الصحفي وحبته هذا دليل أنه هي رغبة ممكن تزول إذا مشى فيها وقدر يواصل وعرف طريقة وقدر أنه يقدم حاجة للناس مجال الدراسي كانت شو عندي؟ مجال الدراسي كانت الأداب وكان الإعلام وبعد طوال من خرطت في العمل الصحفي في فلت سودال الأنباء كمدعونة وفي عدد من الصحف صحيفة المشهر السياسي هي الصحيفة يعني أنا اكتسبت فيها خبرتي الصحفية يعني أكثر من ستة سنوات بعدها نقلت في عدد من الصحف أنا أعتقد أن الصحفة هي روح المجتمع وهي يعني بتنقل قضايا الناس وهي روح الناس والصحفي دايما أنا ما عايزة أشكر ناستي لكن الصحفي دايما هو بنحاز للمجتمع وبيكون مع الناس وبيحاول إنقل إشراقاتهم وهمهمهم وقضاياهم للناس فحافة يعني بدون بيدور عظيم وكبير جدا في تفسير الناس وتوصيل الراية العام نعم لأنه هو نبض الشارع ونبض الراية عامي صور عاما حمتواصل معاك أكيد تسخين شوية كده لحوارنا استأذنك وكل مشاهدينا نتواصل معاكم عبر الصباح الشروق الساعة الثانية بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 أهلا من جديد مشاهدينا عزاء نمضي ونتواصل ويتواصل الكلام. نحن نكون ممعدين على أن نخد بعض النقاط في الحروف وغد تكون على الصفيحة الساخية لأنه صحافة. الصحافة دائما هي روح المجتمع كما ذكرت ضيفة المتميزة الصحفية الشابة نهلا مجزوب. نهلا أهلا بيك من جديد. شكرا. الله يحليك. شكرا. نحن نحن دينك فاصل كده. نظام راحة بعد ثلاث دقائق. شكرا. الله يكلمك. شكرا. الصحف الشاب في الساحة الإعلامية بصورة عامة الصحفية بصورة خاصة. وما بين مساحات موجودة ومتاحة للصحف الشاب حتى ما يقدر يقدر يطلع مكنون وما جواه من إبداع مقارنة ما بين الأمس واليوم. هذه المساحات الآن هل هي على قدر إبداعي أنا كصحف الشاب أستطيع أن أيد المساحة المريحة بالنسبة لي في أي مؤسسة أكس من المؤسسات طبعا كما؟ أعتقد أن الصحافة الدنيا وعالم حاليا الشباب ولجوليو. يعني عن تجربة وعن متابعة في صحيفتي كانت يعني كان معظم الكادر من الشباب وكانت الصحيفة نفسها بتصنع الصحفيين يعني. الحاجة دي ما كانت في يعني صحيفة المشهر فقط كانت في عدد من الصحف حتى كنا يعني بمجد مساحات مثلا أنا كنت صحفية في قسم المنوعات أنا بلقى مساحة أكتب في الأخبار بقدر ألعب في السياسي في الاقتصاد حتى كنت كمان بكتب يعني ممكن يكون عندي نوع من الإبداع الخاصة الكتابات كده بلقى نفسي منتبلع في الثقافة. ففيه مساحات يعني والصحفي هو ذات نفسه بمقدراته وإمكانياته وبمجهوده ممكن يقدر أنه يعني يكون متواجد في جميع المساحات يعني. فين عزبت يتكلم عن التخصصية وضرورته هي حاجة مهمة لكن أعتقد أنه الصحفي شامل والصحفي لابد أن يكون مثقف في كل المجالات لأنه هو بيحاور يعني وبيلاقي وبيسمح كثير يعني من فئات المجتمع ومن الناس يعني جهود الصحفي وإبداعه ممكن تكون موجودة على عدد من المنصات. حاليا الصحفيين الشباب بيقوا يمتلكوا آراء جريئة وبيقوا هما مصدر يعني للمعلومة الموثوقة والصحيحة. تفاعلهم بيك أكبر في السوشال ميليا في الفيسبوك حتى في تويتر يعني الصحفي بيلتقط المعلومة وبيقوا يخدها. هو شاب يعني ما مع الصحفي اللي يقولك مثلا ده ما معروف أو كده. فصحفيين الشباب حاليا بيقوموا بيدور كبير لكن برضو بينقصهم كثير وما في تقاعس لكن عليهم برضو إنه يبتهدوا. يبتهدوا أكثر يطوروا من ذات مكتب. أيو عليهم برضو يستفيدوا من الخبرات ويتطوروا نفسهم. ويلقوا المساحات حتى على مستوى الصحفهم وعلى مستوى المساحات. من سبغوكم في المجال الصحفي والآن هم في بلاد وأسماء كبيرة. لما كانوا الشباب ليقوا ذاتا لمساحات ولا لا في تغيير حاصل الآن. والله نعتقد إنه التكنولوجيا والسوشال ميديا هي هي استاهمت في المساحات يعني العولمة. يعني خلت الناس كلها في مكان واحد وإنت ممكن تقدر توصل صوتك أكتر. يعني أنا بسمع وبعرف برضو إنه ربما تكون المساحات في السابق كانت ضيقة جدا. يعني بإعتبار إنه السياسة في السودان مقدسة على باقي الأنواع العمل الصحفي الأخرى وكذا. لكن في حاجات كثيرة فرضت نفسها والصحافة الجديدة أو الإعلام الجديد هو فرض نفسه. ودب بيقودوا والشباب. الشباب حاليا هم متمرسين على التكنولوجيا. أكتب. وقد عملوا معها. وهكذا. نعم. فالإعلام الجديد خلق لنا عدد من التحديات. قبل إما نتكلم عنه خلينا نتكلم عن شيء مهم جدا. اللي هو التدريب. بالنسبة لي الصحفي. في بداياته والتدريب المستوير. أنا عملية التدريب دائما بنتكلم ومشير لأنها هي حاجة مستمرة. وبيتطور دائما من القدرات. إلى أي مدى هي متوفرة الآن للصحفيين بصورة عامة؟ أنا أعتقد أن الفرصة حاليا أمام الصحفيين في فترة نحن في المرابعة في فترة بتاع التحول الديمغراطي. نعم. وثورة عظيمة يعني متوفرة فيها قيم الحرية والعدالة والسلام. نعم. ممكن نستثمر المساحات الحرية وفي أنه يعني نجد فرص كبيرة في التدريب خارج وداخل السودان. ونكون مواقبين صراحة الصحفيين السودانيين وضعهم صعب جدا. يعني نحنا بنشتغل في ظروف ما بنلقى تدريب بتتكفل بها المؤسسات. ما بنلقى فرص تدريب في الخارج زي بقية الزملاء في دول أخرى. يعني احنا بنشوفهم. أتمنى أنه المسؤولين القايمين. وإنجا فرص غالبا ما تكون اجتهاد. أيوة تكون اجتهاد. أيوة اجتهاد. أيوة أو تكون يعني حظوظ. لكن احنا محتاجين للتدريب. لأنه التدريب المستمر هو البسق للصحفي. والصحفي في عولمة وهو في يعني وقت محتاج تطوير يعني. لأنه في منافس فيك. أنت كمان صحفي وفي منافس فيها صحاليا شباب مدونين وفي ناشطين. فإنت الصحفي بتتميز بضميرك بقوانينك اللي بتشتغل بيها بمستقيتك بتحرك بكده. فإنت لازم تخش في الصراع الجميل ده وتتميز. التدريب مهم جدا. حاليا في فرص سبحان الله يعني أنا اتحصلت على فرص تدريب خلال اسبوعين يعني. التدريب كان من السفارة البريطانية واليونسكو كده. التدريب عليه مفاهيم جديدة وعلي حتى يعني موضوعات جديدة إحنا في الإعلام السوداني محتاجين لها. خاصة في الفترة بتاعت التحول الديمقراطي. نبز العنف والقراهية ونحن يعني بنواجه عنفي في مسائل كثيرة. فكيف الإعلام يكون هو ذاته يعني انقو الرسالة الحقيقية الصحفي محتاجين للحاجة دي. وبالذات الشباب وبالذات السودانيين عشان نقول لنا واقع جديد. نقول لنا حاجة مهمة حاجة مختلفة عشان البلد تمشي في أمان وسلام وتتحقق شعرات الثورة. وعشان ما نزيد برضو عند الشباب من موازين المهنية ومعايير الاحترافية في عداء الأعمال الأندين. تطبيق مهمات جدا. والعالم بالاحتراف نعم. بالاحتراف وفي منافس لنا يعني. أكيد. الصحفي أصبح موجود حتى على مستوى القنوات العالمية في تسك الأخبار هو صحفي يعني في المقام الأول. ويتطور العمل وتتطور المهام. نرجع للمقالة المتعضلة والتخصصية في كتابة. أنت قلت مع الإعلاني الشامل مع الصحفي الشامل. التخصص مكون أعماق في رأيك؟ معاك بكون التخصص أعماقه مهم يعني. حتى إحنا بنستفيد من الحاجة دي يعني ده متخصص في المناخ ده متخصص في حقوق الإنسان. فهي مهمة لكن الصحفي جواه وإبداع يعني. أنا أعلم الصحفيين في السياسة لكن ممكن يعني في عمود تتب قصة مسهلة. الصحفي في الرياضة لكن عنده ميول في أنه تتب شعر والتب كده. فينا مزج موجودة في الساحة يعني. أيوان. أنا كمان بحيب يعني أنا حاليا ممكن أكون صحفية أخبار ومنوعات. صحيفة مقال متعادة. سياسة يعني أنا براسل القدس العربي في لندن فأكتب سياسة وكده. لكن برضو كنت بكتب شيء من الناصر وشيء كده من الشعير ومن الأدب وكده. وإما يقودك القلم تذهبين خلفه. أيوان. طيب تجربة التعابل مع مؤسسات خارج السودان براسلة مثلا مؤسسك القدس العربي. منصة الاستقلال الثقافية. نعم. طبعا هي تجربة أنا صراحة يعني هذه التجربة أنا حبيت جدا وإن شاء الله يعني استمر في التعاون. إنه نحن ننقل الشأن السوداني بحيادية وبمهنية وموضوعية للخارج. لأنه هناك القراءة مختلفين ومتنوعين. فالعمل الصحفي في السودان وخارج السودان هو بيتفق في قوالب معينة لكن في قضايا هي بتهم الشأن الخارجي أكثر. الشأن الخارجي هي مزئولية صعبة؟ هي مزئولية صعبة واجدهاد ومثابرة وعلم. هل هل فريق من العمل لمؤسسة خارجية ومؤسسة في السودان حتى وين كان مجرد إرسان يعني؟ والله في فريق. وما في المعايشة لواقع المؤسسة هنا؟ أيوة يعني يعني في فريق أكيد بيكون في التعامل. هو نحن السودانين صراحة مبدعين والزملة الصحفيين سودانين مبدعين موجودين في أي مكان حتى تجدهم في التسكات خارج السودان. نعم. لكن بيكون الفريق ممكن المادة اللي أنت بتنقلها. المادة اللي أنت بترسيل. لكن على مستوى المؤسساتي ما عايشت الحقيقة كثير صح؟ والله ما عايشت هو نحن بنراسل يعني. طيب نمشي لموضوع الإعلام الجديد. والإعلام الجديد دبضوا خلينا نتكلم عنه في جدالية كبيرة جدا ما بين أن الإعلام الجديد ينتصر على التقليدي أم لا. من نلقائي إلى الآن آخر البحوث عن الإعلام التقليدي هو فيه لأنه موثوقية المعلومة ومصدر المعلومة هي سابتة جدا في الإعلام الجديد ما في الحاجة له. ظهرت الصحافة الإلكترونية حتى أنتم يعني في المجهر السياسي توقفت النسخة الورقية. ربما تذهبون إلى النسخة الإلكترونية. ووضع الصحافة الإلكترونية وفي الفترة الأخيرة في السودان يعني أصبحنا نشاهد أكثر من نسخة للصحيفة الإلكترونية مواقع خبرية. دعونا نتكلم عن هذه التجارب بسرعة عامة. طيب للأسف أن الصحافة الورقية ما شاء في انهيار. ما شاء في السودان ده على مستوى العالم. على مستوى العالم على مستوى كبرى الصحف الغربية وحتى العربية والدول الإمكانية كبيرة. نعم. لكن الصحافة الورقية أنا بعتقد أنها في السودان هي روح المجتمع. بتلقى الأبو بتلقى العم الكبير من الصباح قاعد وشايل الجريدة. والناس بتلقاههم يعني ممكن تلقى أبسط إنسان هو يمشي يشتري جريدة وراكب في الحافلة وهو يعني بيقراها. صحيح. مؤسف جدا ومحزن أنه عدد كبير من الصحف يعني تقييف. هي كانت شغالة يعني شغالة لو إنها يعني بتخسر هي عايزة تشتغل يعني. نعم. لكن الظروف فردتها. الظروف الاقتصادية. الأزمة العالمية الاقتصادية. ظروف حتمية يعني التحول الرقمي. في ناس كتيرين ما عايزين يشتروا جريدة عايزين نقل معلومة في الجوال. يعني إحنا بتنرمي لهم على الهاتف الزكي الشايلين ودية. وبيقت فيه كل المعلومات. في ناس ما عايزة تمشي تشتري عايزة. في الظرفي برضو هو يعني الظرفي كان قاسي جداً ظرف كورونا. جائحة كورونا فرضت واقع برضو لأنه الصحف تتوكف. وزي ما نحن هسا شايفين إنه في السودان في فترة كورونا في عدد كبير من الصحف وكفت. حتى بعد كورونا حاولت إنها تصدر لمشاكل في اتباعة للظروف. حاولت تغلص العاملين. يعني تفصل ناس تعسو فيه. ده كله مؤشر لأنه هي الصحافة الورقية ماشية تزول وماشية تنتهي. ما بعرف لكن بأنه المجتمع متعلق بالصحافة. بشوف إنه الدولة علي إنا يعني تحاول تدعم الصحافة دي. هناك في الإعلام الرقمي والإلكتروني برضو هو مطالب بحاجات كثيرة. مطالب بإنه يجود عمله. يعني يجيب الخبر الأكيد ويجيب الخبر العاجل ويتقصه. لأنه هسا فيه معلومات بتنتشر مثلاً وممكن صحفيين التقطوها أو مواقع تجيبه منه. وبنلقى كثير من إنه في بعض المواقع بعد ذلك بتضطر لإنها تنفي. فالناس عشان كده بتحب الصحف لأنه صحف بتجيب لهم الحقيقة. يقول لك لا ما الخبر ده ما يجي في الجريدة. يعني كده بتنتظر الجريدة عشان تتأكل. نعم لأنه الصحفي دائما صديق المصدر السري. أيوة. والمواطن بالنسبة له الصحافة مصدر معصوغ جداً. ويوصل بالعجر عليه من الأخبار اللي فيها فكيدة دائما. أيوة دائما. بعد ذلك حتى الصحافة الإكترونية مطالبة أيوة. هي سهلة ومجانية وممكن ما بتصرف عليها. لكن هي برضو محتاجة تطوير. ومحتاجة إنها تنتج مواد جاذبة. لأنه القراءة ممكن تكون مملة. وما في موطاعة زي إنك تأخذ جريدة وتخليها بعدين وتقرأها. وما عايز تشوف الجوال وكده. فهي مطالبة برضو بإنه تجيب محتوى جازي. تمشي زي ما قلت لك وراء الحقيقة. تعمل مضمون قوي. وفي النهاية هي وسيلة أعتقد إنها أسهل يعني. أكيد. أتمنى الله أنه يتم الاهتمام أكبر بالصحافة الإلكترونية والصحافة الورقية أيضا. تعود لنا. تعود. ويعود رونغة لأننا نحن أصدقال. حتى هناك مدعى خاصة جدا لتغليب صفحات الصحيفة. صح أكيد. الثمانية صفحات الستاندرد يمكن الأقرب للصحيفة. فيها مدعى جدا وانت تغليب الصحيفة وبتقرأ. أنا عاوز أجي لموضوع المصادر الصحفية. وهمية إنه ننتقي هذه المصادر إذا كان هنا في الصحافة الورقية أو الصحافة الإلكترونية. أنا دائما ما أقول شخصية يعني. المصدر هو صديق الصحفي وسر البديع. أيوة طبعا. طيب. وشي مسلم بأنه في الصحفي يكشف عن مضرور. أيوة. الثقافة التعامل مع المصادر بصورة عام. مضرورة انتقام. لأنه في النهاية زي ما انتع شرطي. إنه الخبر في الجريدة الورقية هو الموسوق لكل سوداني. ولي كل سوداني ولي كل القراءة. صح صح. مهم جدا يعني إنه من الصحفي هو طبعا ما هو. أنا ما عايزة أقول أصف إنه هو زي بتاع المخابرات. هو عنده أسرار. يعني أسرار دي ومعلومات هي معلومات. المعلومات دي بينتقية من جهات. معلومات تخص قضايا تحول مسار رأي عام. معلومات تكشف فساد. هو لازم يكون حريص عليها التعامل مع المصدر مهم جدا. يعني الحاجة بحكومة ضمير. وبتحكمة سماط الصحفي نفسه. فإنت وثقت فيني كمسؤول ديتني معلومات صحيحة ودقيقة. ما عايز اسمك؟ أوكي ما بجيب اسمك. حتى مواطن عادي داني معلومات وما عايز مثلا نصوره. أوكي أنا ما بصورك ما بجيب صورتك. المصادر مهمة ومهم جدا. أن الصحفي يخلق مصادر من أسقر يعني أو من أقل الشراح في المجتمع لأعلى الشراح. نحن حاليا في السودان ممكن بنقول عندنا مشاكل في المصادر الصحفية وفي المعلومات وكده. لكن برضو بقول إنه نحن محتاجين إنه الناس يدعوهم معانا كمسؤولين. حتى المجتمع يدعوهم معانا عشان إحنا في النهاية بنخدم المجتمع وبنخدم الناس وبنخدم قضاياهم. فالناس ما ما تخاف من الصحفي هو إنسان عادي هو إنسان بيبحث معك بدعب شديد في مهنة بتاعب عشان هو يوصل لك الحقيقة. ما هو إنسان يعني عايز يعني إكشف حالك أو هو إنسان مثلا عايز يستقلك. جميل طيب خيرا خليت أساءل عن صبقة اللون السياسي وأرفقه برضو بلون الرياضي لأنه دي موجودة كثرة جدا على القلم الصحفي تحديث. سياسة؟ نعم. ماذا تبغت اللون السياسي؟ طبعا أنا زي ما قلت لك هي السياسة نحنا شعب سياسي شعب يعشق. لأنك صحفي قلمي يكون معروف. السياسي. هذا قلم لونه هكذا. أيوه. الآن هو الصحفي يعني القلم السياسي هو قلم مفترض يكون مجرد يعني ما يميل حزيب ولا يميل فئة معينة ولا يميل يجيب. نعم. هذا ما تحتضيه المهنية والاحتراف. أيوة هذا ما تقتضي والمهنية يعني يعني ممكن لو أكتب مادة صحفية عن منطقة عن جزيرة أبدح فيها وأجيب فيها مثلا يعني رأي لكن السياسي لما أنا أتناول موضوع سياسي لازم يكون يعني حيادية تامة وما يعني أخلي جزو أو أخلي فئة وأجيب خبر فئة وأعمل مشكلة فالصحفي أعتقد أنه مفترض يعني يخلع عباية أي حزيب أي انتماء ويشتغل عمله بكل تجرد وبكل مهنية وبكل ضمر حتى على مستوى الرياضة يعني طبعا حتى على مستوى الرياضة هذه الصحيفة تتبع للحزب الفلاني وهذا صحيفة تتبع للنادي الفلاني يعني أصبحت مركات مسجلة بيتمنى أنه في الفترة دية أنه يعني يشوف الصحفيين أنهم هم يشتغلوا عملهم الصحفي وإن شاء الله تتكون نقابة الصحفيين قريبا ويعني تضم الصحفيين بعيد عن التحزب وبعيد وننسى الحاجات اللي كانت في العصر أو في النظام البيض ونشتغل الصحافة حقيقية لأنه نحن الكرة في ملعبنا بالنسبة للصحافة الرياضية أنا بعشقة وبتابعة جدا كنت أتمنى أنه أكون صحفية رياضية يعني لما كنت صحفية في الأخبار وفي السياسة لا ليه بيه ولا من رخابيه ولا خليوا من المصر والله أنا كنت بشجع المدريخ لكن بيجيت ما بيحتم بيه يعني صراحة حاليا بشجع ببايرين بيونيخ بتابع الكرة لبعاد الثمانية حنا نرش روضا بعصالي بعد الجير شكرا نهلا مجدور سعيد بك في صباح الشروق إن شاء الله نتقي مجددا لأنه في محافر كثيرة إن شاء الله كلام كثير محتاجين أنه نقول يعني نصفي مصلحة تطوير هذه المهنة بصورة عامة ونظرة الشباب لها بكلتأكيد الشاب عنده نظر أكبر للمستقبل شكرا جميلة شكرا لك شكرا للمشاهدي قناة الشروق إذن اشتركوا في القناة